يقولك فيه بنتي بنت حلالي وبوها راجل طيب وطوع عليك رخيصة طوع عليك رخيصة لما شط في شعره وجيه يضربها بالبوكس كده جه البوكس فالعبية ويخليها تاج على راسه اهلا بكم اهلا بكل مشاهدي قناة ساع مع حنا قناة خصصناها بالكامل لعالم الجريم لكن بنقدم النصيحة بنقدم العزة واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غير هل ممكن ان احنا نوجه نصيحة للام ان هي تربع عيالها طب النصيحة تكون ازاي طب لما ام لما تكون شاربطين او المرار من الصبح للليل بتوفر لامة العيش وبساعد جزها وبتمضى بيتها وبتطبخ لولادها ونيجي بعد جين اقول لها انت اليوم كله كنت بتعمل ايه مش هي بقى ده ظلم ولما تقول له حرام عليك انا من الصبح وانا شبيانة زي يميقتلها ويسيفها تموت قدام عينيه ايه اللي حصل في الحام دي حفظة الجيزة قبل ما نشرح وقاع الجريمة بدعوكم للاشتراك في قناة ساعمة حنا في تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار ووقت ازاعة الحلم الزوج اسمه ناصر عنده 35 سنة والزوجة اسمها بسمة من ابو النمرس عندها 28 سنة من حوالي 10 سنين يعني كان بسمة عندها 18 سنة جالها ناصر من الحوامدية راح ابو النمرس ولاد الحلال قالوله فيه بنت طيبة وغلبانة وعايزة تعيش وهطوع عليك رخيصة وللأسف بنا بنتكلم عن الجواز كأنه سلع يقول له فيه بنت غلبانة وعايزة تعيش وتوجع عليك رخيص هو نبشر عربية ولا باشتري دبابة ربع نقل ولا باشتري ايه هو نبشر ايه يقول لك فيه بنت بنت حلال وابوها راجل طيب وتوع عليك رخيص وتوع عليك رخيصة هو نبشر يتبيحة من السوق دي من قدمة والولد عشان على جد حاله فقال لهم فين البنت دي اللي توجع عليها رخيصة قالوا له فابو النبرس راح شاف العروس البنت عايزة تجيء 18 سنة وابوها بيقول لك عايزة شيلها معنا على اكتاب فيه اديها على اكتاب جهود عشان الهم وهم يخلف المبات يمخلف البنات يا شايلة الهم من الممات الامثال الفضيع اللي احنا مش عارفين معناها ده الرسول بيقول خيركم احسنكم اللي ربنا يرزق بانسة في الاول لكن احنا بنقول ايه يمخلف البنات يا شايلة الهم من الممات ليه يا عام ده البنت احسن من الولد البنت لما تتربى صح والله هي الحب وهي الحنية وهي الرحمة على ابوها واماها بعكس الولد لما بيجبب بيجعر فضوه واحيانا بيتطول عليه البنت هي البطراع وهي الحب وهي الحنان لكن احنا نقول لك عايزين الولد والراجل يبقى نفسه يقول لك عايزين نغورها من البيت عايزين نسطرها نسطرها ليه يا عام هي مفضوحة ببيتك ما هي عايشة زي المالك يقول لك لا عايزين نسطرها أصل البيت فارط فارط هي يا عام هي قباية شايحة طفور للأسف عادات وتقاليد حتى في محافظة الجيزة اللي هي امتداد للقاهرة الكبرى مش الرؤوس سعيد الجواني اللي لسه فيها عادات وتقاليد مش هفين نغيرها للأسف جوازها ابوها لناصر من ساعة مراحة الحمامدية وسبت ابو النمرس وعد عند ناصر عند ناصر عشر سنين بتساعده بتشتغل معاه اتهى في ايده عمرها ما سابته لغة مرض من رزاهها بعيلين عيل عنده تسح سنين وعيل لسه عنده أربع سنين من أول ما توم الساعة شبطة الصبح شغالة بتساعد جزء وبتنضب بيتها وبتخسر وبتمسح وبتكنس وبتراعي وبتطبخ لك بتيجي بتلقى البيت زي الفل عايزة تاني لا أول ما يدخل انت عملت النهاردة والوقت ما غيرتلوش ليه البامبرز بتاعها الوقت ما بلقول انت مالك ممكن تقولي المعلومة انت عايزها وملاحظة دي من غير ما تمدي ايدك قالت له حرام عليك ردت علي نسمة قالت له حرام عليك انا من الساعة باحية ربنا وانا واقف على رجلي وجاعد بجهزدك وبنظف لكم وتبغتلة الولد عايز يغير لهم بامبرز حاضر اغيره بس ما تزحكش كده انت بترد علي كمان يا سيد انا ما رددش ده انا بقولك على حاصر انت جايز على انت قولي الوقت ما باب بالهدوم والجو بارد قطر خير خايف عليه غير له انت بتقول اغير للوقت انا بقى شايا بره وادخل البيت قولي غير للوقت طب ما انا بجهزدك الاكل عشان لما تيجي طب ما انا وكنت منظف لك البيت عشان لما تيجي طب ما انا وكنت منظف لك في الخضار وفي اللحم وبغطعلك وبجهزك عشان لما تيجي انا من اليوم كله وانا في الشارع بجهز وبساعدك وببعاتلك طلباتك عشان لما تيجي جاي دلوقت تعجب علي وتقول robe من بالبه هو يدومه الجو بارد طب غير له انت انت بتقررها تاني دب 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 مسك راسها كده للأسف وجي يضربها على صدرها لما شد شعرها وجي يضربها بالبوكس كده جه البوكس في رقابتها فهي طبعا شد راسها كده وجي البوكس كده قصر في العنق ماتت في الحال ما هي لما تبقى اسرانة لما تكون اسرانة يعني وتخيل بيشدها من شعره وجي يغبطها ببطنة جه دراعه في رقابتها قصر فالعنق ماتت يا روتو بقى لما ماتت هو قت على الارض يسيبه هو يحسب ان هي بتطمر نزل برجليه في بطنها دب 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 عشان ترد علي يا بنتي كذا دب دب لاجه مرة واحدة الدم نزل من بجها ومرخينها من هدانها شالها حطها اسر واتصل بابوها يا حاج انت فين جلونا فنبون رومورس يا جلوت بتعالها بصنع الحامدية بنت كانت خنيتت معاها ووغم عليها الراجل الجري دخل على بنت ولاجه الناس حواليها فين جلوزها جلوزها ماشي ايه اللي حصل جلوك حيشافينه بيجري لاجه البيت ميت اتصلوا بالشرطة ليس بحس الحامدية جلو اللي حصل يا حاج جلوهم جلوز بنتي ده موتة الطب الشرعة اسبت كسر في العنق تهتك في التحار تخيل من كتر الضرب في رجل وبطنة وهي ميتة لان الطب الشرعة قال لك انها ماتت وكسر في العنق رعبتها تكسر بيخبط ليه تاني ماتت عشان ايه بيتهمها نوب مأثرة في حاج جولادها جلوة الوادم بالبل اللي عنده اربع سنين تب خاف علي ابنك يا اخي وجهها بالنصيح زعع فيها طلقها طلقها شدها من شعرها وتروتها برا البيت لكن تقتيلها ليه ما كنتش تقصد تقتيلها تضروبها ليه اصلا لما واحدة منتضفها لك وطبخها لك ومجهزها لك لك لعشان لها تيجي باش تحط رجلي على رجلي وتقل وتشعب الشاي واللي بيعتقد ان الست بتتعبش ببيتها واللي انت غلطها الست بتتعب اكتر من الرجل مليون مرة انت بتروح تقلل على مكتب ولا بتشتغل اربع خمس ساعات لو اشتغلتهم هي من ساعة ما بتقوم تنظيف مسيح كنز طبيع ايه ماحدش بيرحم ليه هي الست مكنة وفي الاخره يجي الزغة في الاخره وحعت رجلة علاجة لقولها اما انت كنت بتعمل ايه اليوم كله كنت باعمل اليوم كله انت ماخدتش بالك من الاكل انت ماخدتش بالك من هدومك انت ماخدتش بالك من ان ضفط البيت انت ما خدتش بالك من مساكلة الاولاد انت ما خدتش بالك من هدوم العيال ما خدتش بالك من نوظيف السلم ما خدتش بالك من المطبخ ما خدتش بالك من حاجة خالص جاي بدل ما تقولي شكرا جاي تقولي تقولي انت كنت بتعملي اليوم كله احنا بنصدم زوجاتنا كده يا جماعة لازم بتعرفوا ان الست بتشتغل اكتر من الراجل وربنا اعطاها طاقة على الصبر اكتر من الراجل بدل ما نقولها كلمة حلوة نضربها ونقتلها حرام ولا حلال بنتها عندها 28 سنة متجاوزة بقيلها 10 سنين ما شفيتش يوم راحة من زوج ما قوتها على الضرب والإهانة وما تضاش تروح لأبوها لأن أبوها من عند أيام كان عندها 18 سنة قال لها المسادات نزلت الهم من على كتافي ورميته على كتاف جوزك ويمخلف البنات يا شايلة الهم للممات ليه يا جماعة ليه بنزل بناتنا كده ليه بنحقر منهم كده ليه بنتنمر عليهم كده وبنديهم لواحد يزود عليهم العذاب وكأن يزنبوهم أنهم جهد دنيا بنات طيب هنقول ده أن يعيش من غيرهم طيب علي أساس يا جماعة كل أب لازم يعز بنته ولازم يخليها في المكان اللايقة بيها ويخليها تاج على رأسه عشان يوم ما يجي لها واحد ياخدها تاج من على رأسه وبو يحطها تاج على رأسه مش يحطها مداز في رجله الهب لو بيكتب أيمة وبيكتب دهب وبيغلي بيعلي من شأن بنته لكن إن يقول لك يا ابن أنا مش عايز شوية خشب وبتاعه ومش عايز أيمة أنت بيتقلل منها لما يكون واحد مش أصيل زوج يقول لها ده أبوك الأماكن ده حتى الأيمة ما خاتهاش لكن لما يكون واحد أصيل يقول لها منساش أبوك الرجل المحترم لازم نعز بناتنا الراجل ده كان لو عارف أنه وراها أبا أو أخا أو أيل ما كانش هيدروبها ويموتها عشر سنين بيعزبها إحنا اللي بنجل بشأن بناتنا وإحنا اللي بنخلي الأزواج يعملوا فيهم كده مش منقول إن سيطل تطاول على الراجل تحترمه وتوقره وتدلو وضعه بس ما يميد شهده عليها ولا نسمح له بكده بناتنا مش للضرب وللهانة بناتنا بنروح أزواج محترمات ما يتضربوش أبدا لأنهم متربيين الزوج اللي يدرب مراته زوج مش محترم لازم يبعارف كده بنتنا اللي ماتت دي زنبها قبل ما يكون في رقبة جزها في رقبة أبوها لازم نتعلم الدرس ولله الأمر من قبل ومن بعد أشكركم